انت فقط الذي لم يكن معك جواز. انت فقط الذي تم سحب جواز سفرك. وهم تضامنوا معي وعطوا جوازاتهم. اه. صرتم انتم الاربعة بدون جوازات. جوني هم وقالوا لا يمكن. هذا عيب قدام الناس. احنا معك. وسفر. فقلت كيفكم. المهم رفعت السماعة وكان سفير مصر بذلك الوقت. والله ناشي اسمه. كان حتى يسمى السلطان السفير. يعني السلطان الجمهوري العوية المتحدة. مهجارة سوريا. قول لي احكم. اه. حتى السماعة سبحان الخالق. وكأنه منتظر مكالمتي. قلت له كذا كان لأعودي بالله. ده احنا ايه حاضر ومش عليه بس يا فندم. احنا الجوازات السياسية ما داداش نعطيها من هنا. انا ضعت علي الفكرة دي. ضعت علي العملية يعني اه. لاجم القاهرة. وهم هناك منتظينك. وطيب. بحدين لما فكرنا قلنا السفارة تستطيع ان تعطي جواز عادي وجوازه. انما عاودين اروح القاهرة. نعم. كان لاني مصطفى امين. نعم. قال لي احنا سمعنا في الراديو كده اه اه شو اسمه. اه مؤتمر صحفي وانه السلال المصرية صلتوا بيها وانه الرايس على الناس يرحب مجيئك. قلت يا مصطفى بالتليفون انت عارف الاوضاع عندكم هناك. قال لي يا راقل بس انت تعالوا حتى انبسط. وكان يوم اه قريب من الضيس. نعم. قبل عملية اتهام. نعم. رحنا لقاهرة. نعم. وجدنا اه عبدالقادر حاتم بنفس وزير الاعلام بالهيصة الاعلامية الهائلة. هذه بداية المشاكل بقى. كيف? اولا اول مطبة جيل الارض الامر الاحرار. موضباط احرار هم. نعم. امر احرار. لم يكن لديك اي علم او ترتيب بهذا الاسم قبل ان تنزل الى ارض مطار ولا حكاية التنازل عن اللقب وما اللقب الامير والامير. كنا نفاجئ بهذه القارات. يعني انتم فجئتوا بتصريحات قيلت على لسانكم لم يكن لديكم بها علم. لا 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 تصريحات اللي بالساري بصوتي انا قلتها. لكن في اشياء تقال عنا الى اليوم يعني مش هي تحتراء. طيب ما هو الذي قلته انت وما الذي قاله. والله لا احسن الان لو لو تحصر انت تسعالتك وتوجهها بشكل دقيق اجاوبك. طيب. لا تذكر انا. طيب. بمجرد ما نزلت من المطار فجئت بان قيل بانكم انتم الاربعة. احرار. تنظيم الامراء الاحرار. ايوة بالضبط. ماذا قلت وانت وجدت الكاميرات ووسائل الاعلام. في المطار. تجاوبت مع الامر وتحددت باسم الامراء الاحرار. ما حرار اصبحنا الان في في بيتهم. كان لك الحرية ايضا انت اقول ما تريد. صحيح ان لو افتكر الان لو الان انا طلال بتفكيري وبعقلي الان كان قلته. قلت لا احرار ولا ما نحزنون. احنا جينا عشان ناخذ باسمورتات وحنا نرجع بيروت. وهذا اللي حدث. فقال لي عبدالقادر حاتب الرئيس منتظرك في اه في اسكندرية. بس انت لوحدك. فارحت خدت معي سعيد فراحة. ومصطفى امين. وابنه سعيد بسان فراحة. نعم. ودخلنا ع الرئيس. عنده بيت. على على البلاج في المعمورة. نعم. اهلا نعم. اهلا وصديق. قلتوا انا نجي عشان لباسبورتات دولة الرئيس. فاخامة الرئيس. قال لي باسبور واحد انا اعطيه خمسمائة باسبور. قلت شكرا. على اساس اننا خذبت ونرجع بيروت. يعني. يعني كنت تريد العودة للاقامة في. ايوه خايف مصر. ما الذي كان يخيفك من مصر? اولا شخصية عبدالناص الاطاغية. انت ضيف عنده لاجي ليس لك حيلا ولا قوة. فما قلت لخواني حيش تعمل لنا في الاعلام. طيب انت اريدي بمجرد ما نزلتم من المطار خلاص. استعملتم واصبحتم احرار وتحدثتم الى وسائل الان. عشان كده بقول لك لو كنت الان ونزلت في المطار كان استصرفنا من المطار روحت عبدالناص تختلف عما حدث. طبعا ادليت بتصريحات ضد المملكة وضد نظام الحكمة في المملكة. كلها. كلها. وهذا الشيء مبالغ فيه. ولو انا بذهني وتفكيري الان كنا بدنا بتصريحات موضوعية. اللي افكارنا نقولها ولك وبدون شتيمة. لكن انت شتمت. يعني شتمت. هم 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 هتبروها شتيمة. انا الان ما افكر فيها اقول نعم فيها نوع من نوع شتيمة. لا شك بذلك. المهم خلصنا منه. كهدنا لطاعنا من واحد والعشرين اغسطس. نعم. الى خمسة عشر اكتوبر مع الناجبة بورتات. انت وصلت مصر في تسعتاشر اغسطس. تسعتاش. وشوفنا واحد والعشرين. نعم. او عشرين. يعني يوم واحد بعد وصولنا. يوم واحد. نعم. لكن قبل ان ترى عبدالناصر الان وتتكلم مع اثر تصريحاتكم اللي ادليتم بها الان ايه? على اخوانكم في الان. سيئة. طبعا. سيئة. وانا يعني يعني لو كنت بعقي الان ما كنتش قلتها. كنا قلنا اشياء موضوعية وجميلة وهائلة. اه توصل نسالة. توصل ما نفكر به من اصلاحات وانتهى الامر. وصلكم الى القاهرة وادلائكم بهذه التصريحات. كان بمثابة قطيعة الان بين السعودية ومصر؟ هذا المفروض. ما وهذا من حقهم. اخطعوا في حقنا. في الاول اخطأنا في حقهم في التالي. لا شك في ذلك. وهذا الذي ادى ايضا الى زيادة محاولات المملكة. كما اتهمتها مصر بالسعي لفصل اه الوحدة بين مصر وسوريا بعد ذلك. وتكوين اه اه عملية التحالفات بين العواصم العربية التي ربما نتحدث عنها فيما بعد. ان شاء الله. اه سمو الامير كم المدة التي بقيتها في مصر. والله هي كل فترة اه النفي خروج المملكة حوالي تسعتاشر شهر. تسعتاشر شهر. ايه. بعد ما اخذنا البتبورتات ترون نقضي اوقات اكثر في لبنان. رحنا لبنان قبلونا. لانه خلاص نحمل اه بتبورت مطري. وكلهم يرتعشوا من عبدالناطر هناك. يعني اللي يحمل بتبورت مطري يحطوه عراسهم. ده كان زمان الكلام ده يعني. ايام بشكل عام كان اللي يحمل جواز مصري ايام زمان. اه. كان الى هذا الحد. عربيا. نعم. عربيا طبعا. وخصوص لبنان. لبنان مسكي يعني انت عارب دان بلاس صغيرة. نعم. وفيها طوائف ومشاكل وداخلية وهذا جنبهم. كان كان جنبهم الرئيس. وذاقوا يعني من من حلوته ومن مررته. فلهذا لما جيب البتبور دخلنا بقى كفاتحين. استقبال المصري والتلفزيون والازاعة والدنيا. يعني خلص. والحكومة اللبنانية ما في مشاكل. ما الذي كنت ايضا كنت تتحدث الى وسائل الاعلام في تلك المرحلة. نعم بدأنا نتحدث في مصر ولبنان بشكل يعني حر وبدون اي عقبات وبدون اي موانا. اما تعتقد انك بهذا الاسلوب اثبت تهمة التآمر عليك? يعني اثبت اه دفاع عن نفسنا واردنا ان نرويج مبادئنا وافكارنا واصلاحنا حتى نجاوبوا مناك. عشان الرئي العام العربي او السعودي اللي بيسمعنا بالذات ومبادئ العربي. ان يفهم انه لا انه الجماعة ترى دول مصلحين. اه? وكنا نقول لهم باستمرار اثبتوا التهم التي وجهتوا لنا. حاكمونا. اه ليش تنفونا من بلدنا? كنا نقولها في التفاة في توتر العرب. وكنا نقولها في وقتها الاعلام المختلفة. كل هذا الكلام كانوا يقال ما حاجة اونا.